السلام عليكم و مرحبا بكم معي من جديد في خناة مريم الفيلالي تمنى تكونوا كاملين بألف خير يا ربوا في صحة جيدة ولقاكم هالفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله اليوم كيف ما كنتشوفوووو جبتليكم البغرير بمقادر جد مضبوطة للمبتدئات سهل جدا في خمسة بقايا كيكون موجود ما كيحتاج الاختمار بزف وصغتم مع دعب الحرارة تابعوا معي المقادر وطريقة التحضير بالنسبة للمقادر كيف ما قلت لكم مضبوطين عندي واحد الكاس دقيق الابيض وعندي جوج كيسان ديال الساميد الرقيق ترتيني الساميدة اللي كنصبو بها الحرشة وعندي نستعمل هنا ثلاثة الكيسان ونسبة من كاس العنباء ديال المدافي بالنسبة للمكونات الاخرى نحتاج الملعقة ديال السكر وملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز وملعقة ديال بيكين باودر وملعقة ديال الملح بيكين باودر ثمانية جرام ساشي ديال ثمانية جرام نبدأ على بركة الله ونخفيف النواشفهما اللولين نزيد السكر والخميرة والملح ونحركوهم مزيان مع بعض اياتهم ندامجو هاد المكونات اللي ناشفين وملو وولين نضيف الماء كيف ما قد لكم ان نستعمل ثلاثة الكيسان ونص ديال الماء لما يكون دافي شوية مقادر بساط وسهلين و اي واحدة جربته ونجح لها من المرة اللولى وغادي يجي متقب غادي نخلطوه مزيان كيف ما كتشوفوه من بعد غادي نزيد هادك نصف كأس اللي بقى ومن بعد غادي نجيبوا غادي نطحنوهم كلي كم تضيروا في الكأس ديال الخلط الكهربائي او لا تطحنو بحال هاده بغامي يكسوه اللي كان متوفر عندكم نحاولو ان ننطحنوه مزيان مزيان من بعد نزيد هذه الخميرة او البيكين باودر نزيد هذه الملعقة ونستمروه في الطحن مزيان من بعد غادي نغلقوه بالبلاستيك الغذائي ونخليه خمسة دقائق غير خمسة دقائق كيكون موجود حيث انا عندي الجو ساخن جدا اذا كان عندكم الجو بارد نخليه اكتر سوف نبدو مباشرة كنطيبو فيه وضعت واحد المقلات اللي خاصة بالبغرير على النار انا كنخليلي المقلات دياله او بوحده سافر كنحاولو اننا مني بدا يتقب البنات نقصوا البوطة فالالاول تكون البوطة مجهده مني بدا يتقبها نقصوا البوطة وخلوها يتقب كامل على خاطره كيفما كنتشوفو كيجي من اول وحده كيجي هكا كامل متقب حتى الاخر وحده كيجي رائع وخفيف وسهل اي وحده سنجح لها من المره الاولى كيف لا تشوفه نعود معاكم واحده اخرى ان في وقت تكبوه في المقلة يبدأ يتقب المهم هو يكون يعني خامر كيف يكون خامر مزيان يتقب لنا مزيان انا ما عندي الحرارة في البيت خليته غير خمسة دقائق كيف ما كتشوفه كيوجد كيجي على هاد الشكل من بعد ما انتهيت من الكمية اللي عندي كيجي خفيف وكامل متقب والطريقة سهلة جدا جدا عموان انتمنى انا الاعجاب ديلكم ما تنسوش تدعموني بلايك ديلكم اشتركوا في القناة باش توصلوا بالجديد شكرا اشتركوا في القناة